موسيقى السلام عليكم ورحمة الله فرغنا من مسألة مهمة جدا وهي أننا لسنا معنيين بأن نقود الناس رغما عنهم إلى الجنة بالسلاسل ليس لنا أن نرغمهم أن نجبر الناس على أن يقوموا بعبادات معينة أو أن يلتزموا بتعليمات أو أوامر من أوامر وتعليمات الشرع لكننا أيضا قلنا أننا لا يمكن أن نسمح لقلة من أهل المجتمع بأن يدمروا المجتمع كله بشرهم وفسادهم ومعاصيهم التي يمكن أن يجهروا بها وأن يجروا غيرهم إليها يعني المجتمع كله كتلة واحدة المجتمع بعض عناصره أو بعض أطرافه لا تنفصل بمصيرها عن العناصر وعن الأطراف الأخرى المصير واحد للمجتمع كله لماذا؟ لأن الجماعة الكبيرة التي تعيش في المجتمع تشبه ركاب السفينة أو الطيارة يعني الآن مثلا عندما يسافر بالطيارة الواحدة عدة مئات من الناس الآن الطيارات كبيرة جدا تتسع الواحدة منها لمائتين وثلاثمائات وأربعمائات وأكثر في بعض الحالات فلو أن أحدا من ركاب الطيارة أراد أن يصطحب معه إليها أن يحمل معه في الطيارة مادة يعني يمكن أن ينشأ عنها خطر خطر كبير على الطيارة وركابها يعني مادة قابلة للانفجار للاشتعال لو أنه أراد مثلا أن يوقد نارا يسخن عليها طعاما لا يمكن لا يسمح له يعني أمن المطار لا يسمح له بأن يصنع ذلك ركاب الطيارة لا يسمحون له بذلك لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه لو صنع ذلك لن يضر نفسه فقط وإنما سوف ينسحب الضرار ويعم الضرار حتى يشمل ركاب الطيارة كلهم لذلك لا يستنكر أحد من الركاب عندما يتعرض الآن يعني عندما نعبر بالمطارات عندما يتعرض بالفحص والبحث عن هذه المواد وكل واحد من الركاب يدرك أن هذه الإجراءات أنها إجراءات وقائية إنما صممت لكي تحميه من أخطاء غيره وتحمي غيره من أخطائه فأنه يقبلها راضيا مطمئنا لأن فيها الأمن والسلام له وللآخرين النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا تصورا بالغ الجمال والتعبير عن حالة مشابهة شبه أهل المجتمع الواحد بركاب السفينة لم يكن في تلك الأيام لم تكن طيارات تشبه الجماعة المسلمة بركب ركبوا في سفينة وارتحلوا بالبحر الآن السفينة هل يمكن أن يخرق بعض ركابها خرقا يقولون هذا يعني بالمساحة الخاصة بنا لا يضر غيرنا هل يمكن أن يصنعوا ذلك دون أن تتعرض بقية الجماعة من ركاب السفينة للخطار لا يمكن مصيرهم كلهم واحد إما أن تنجو السفينة بكل من فيها أو تغرق فيغرق كل من فيها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها يعني الذين يشترئون الواقعون الذين يقعون بالمحارم والحدود ويشترئون عليها والذين يقفون دونها فيحمون المجتمع منها من الاعتداء عليها مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة يعني أرادوا أن يركبوا بالسفينة والسفينة هذه سفينة نقل ركاب كبيرة ذات طابقين أعلى وأسفل فاستهموا يعني اقترعوا يعني كل واحد سحب سهما قرعة حتى يعني يحددوا من يركبوا في الطابق العلوي ومن يركب في الطبقة السفلة لأن الطبقتين ليست سواء وليست العلية السفلة كالعلية والعلية كالسفلة فكان بعضهم يعني أخذ بعضهم الطبقة العلية وبعضهم الطبقة السفلة الآن الذين بالأسفل يريدون أن يستقوا من الماء فكلما أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم يعني بالماء طبعا ليس للشرب ماء البحر لا يشرب للاغتسال للوضوء وما إلى ذلك فقال بعضهم لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقان ولم نؤذي من فوقنا يعني ممكن ما أردنا ماءا نذهب فنأخذ الماء من الأعلى ونمر بهم من فوقهم ونؤذيهم لو أننا خرقنا خرق بيننا وبين الماء فندلي دلوان بالماء من هذا الخرق ونسحب الماء دون أن نمر بالركاب الذين يقيمون بالطبقة العلية الآن لو أنهم صنعوا ذلك ماذا يحصل بالمركب بالسفينة السفينة تغرق بكل من فيها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا يعني الذين خرقوا الخرق والذين سمحوا للخرق بأن يخرق ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يعني نجى الذين أرادوا أن يخرقوا فمنعوا من الخرق ونجى غيرهم من ركاب السفينة فأن يتركوهم هلكوا جميعا وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا نجى الجميع لكن كيف يأخذون على أيديهم كيف يأخذوا فريق من المحتسبين من الآميرين بالمعروف والناهين على المنكر والداعين إلى الله كيف يأخذون على أيدي العصاء المذنبين الذين يمكن أن يؤذوا المجتمع بفسادهم بمعصيتهم بشرورهم هنا يأتي الحديث الآخر الذي يتمم المعنى ويوضح المقصود الحديث المشهور كلكم يحفظ هذا الحديث حتى الطلب الصغار التلاميذ في المدارس من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره كيف بيده فإن لم يستطع بلسانه التدرج المعروف لكن هذا التدرج له قواعد تضبطه ليس تدرجا مفتوحا بلا ضوابط ولا قيود يعني لو أنني وأنا ماشي في الطريق رأيت رجلا مصاحبا لزوجته السافرة هل آتي إلى زوجته فأقرعها وأرمي على رأسها الخمار وأقول استتري يا أمت الله ويعني زوجها سيعضب ويعني ربما أشتبك أنا وهو في صراع في الطريق يقول ما شأنك هذه زوجتي لا ليس كذلك لا أستطيع إذا رأيت مثلا من يبيع الخمر أن أكسر زجاجاته وأن يعني أيضا يأتي هو وجماعته أو معاونوه فيشتبك بعضنا مع بعض ويتحول الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر إلى مقتلى أو إلى يعني مصارعة في وسط الطريق لا هذه لها ضوابط التغيير باليد يكون لكل سلطان في ملكه أو في مجال سلطته فإذا كنت أنا الأمير الوالي المسؤول عن الأمن عن النظام في المدينة نعم يحق لي إذن أن أتدخل وأن أفرض النظام وأن أمنع العدوان على القانون أمنع ذلك وأفرض ذلك بقوة سلطة القانون التي أملكها والتي تسوّغ لي أن أستعمل القوة المادية المقصودة باليد بيده يعني بأي نوع من أنواع القوة المادية باليد المباشرة بالشراط بالأعوان يعني القانون بأي نوع من أنواع القوة الملزمة التي تلزم من أقدم على معصيتين بأن يكف عنها كذلك لو كنت أنا في مثلاً مؤسسة أنا أملكها ثم جاهر بعض الموظفين في هذه المؤسسة بالمعاصي نعم من حقي أن أمنع المعاصي هذه مؤسستي أنا صاحب السلطاني فيها إما أن أمنع فيلتزم من منعتهم بالقانون أو أفصلهم إن لم يلتزموا هذا حق لي يعني أنا صاحب السلطان في هذه المنشأة في هذه ويحاسبني ربي عز وجل على تقصيري لو أنني لم أغير باليد وأنا أملك التغيير باليد فإنني أحاسب كذلك صاحب السلطان في بيته أولاء الأولاد مثلاً الأولاد الصغار إذا يعني ارتكب بعضهم معصية أو تخلف بعضهم عن واجب قصر في واجب في أمر يعني من الفرائض فللأ بأن يلزم أبناءه بأن يتركوا المعاصي وأن يلتزموا الطاعات لأن هذا يعني مجال سلطانه لكن لا يمكن أن يصنع ذلك من ليس له سلطان في غير مجال سلطته كما قلنا آنفاً إنما تنتقل هنا آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اليد إلى اللسان هنا تنتقل إلى اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز أن أرى منكراً ثم أعرض عنه وكأنني لم أره أقل ما يجب علي أن أصنعه أن أنبه أن أدعو بلساني أن أنهى عن منكر رأيته أو أدعو إلى خير رأيت الناس قصروا فيه لكن بالحسنة بالأسلوب الحسن بأن أفهم أولاً يعني شرطه اشترطه العلماء على من أراد أن يحتسب بمعنى أراد أن يدعو إلى الخير أو ينهى عن الشر أو عن المعاصي أن يكون عالماً بما يدعو إليه هذا أمر مهم سوف نعرض له إن شاء الله في حلقات آتيات فإذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولوقاية المجتمع من أن يهلكه الفاسدون بفسادهم وأن ينشروا فيه المعاصي والموبقات يكون عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بقوة النظام والقانون والسلطان عندما يمتلك المرء القوة والقانون والسلطان ويكون أيضاً باللسان إذا لم يملك ذلك واللسان من وسائل استخدامه أن يبلغ الإنسان عن أذن أو شر أو فساد رأاه إذا لم يكن من حقه أن يصلحه أو يقومه بيده كما قلنا قبل قليل فلا يعني هذا السلبية المطلقة لا يعني أن يمر به وكأنه ما رأى ولا يكفي فقط أن ينهى عنه ويمضي إذا رأى أن النهي لا يؤتي ثمرته عليه أن يبلغ من بيده تطبيق القانون وفي حالة واحدة من الحالات عليه أن يتجاوز ذلك كله وأن يغير بيده إذا علم أن تأخير التدخل أو التغيير باليد من شأنه أن ينتج شرا كبيرا يعني لو رأى رجل حمل مثلا سكينا واندفع باتجاه رجل آخر يريد أن يطعنه في صدره هنا لا يقول والله أنا ليس من صلاحيتي أن أغير بيدي أو أن أمنع المنكر بيدي وإنما أنا أنصح أقول لا لو سمحت يعني انتبه لا تؤذي أخاك ولا يذهب حتى يأتي بالشراط يعني حتى يذهب ويرجع يكون القاتل قتل الرجل ولم يعود لإحياء المقتول سبيل هنا في حالات محددة لا يمكن درء الخطر فيها أو تداركه يجوز أن يكون التدخل باليد حتى لو لم يكن المتدخل صاحب السلطاني في تلك الحال والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة